اهلا بكم مع فيديو جديد معاكم محمد يحيا في الفيديو ده هتكلم ازاي تعمل interactive product لobject انت عامله تقدر انك انت تعمله browsing تقدر تخش تتفرج عليه وتخليه F360 وتقدر تبص عليه من فوق ومن تحت انت اللي بتحدد طبعا شكل الاركح يبقى عامل ازاي وبتبعته للكلينت بتاعك في شكل link او تقدر تطلعه له في شكل GIF بحيث ان هو يقدر ياخده يحطه على الويب سايت بتاعه يفضل الايكون بتاع الحاجة زي في ايكي عاملين حاجات زي كده بتبقى interactive تقدر تخش على product وتلف 360 طبعا الكلام ده منطبق على اي موديل 3D سواء كنت شغال في بتعمل furniture بتعمل product اي حاجة المهم الconcept نفسه سابت وطبعا ده بيشتغل مع كل برامج 3D الماية وال3D max والسينيما 4D كل برامج 3D مهم الconcept نفسه بيبقى واحد تمام ده حاجة انا كنت عاملها وبعدت فعلا بيقدر يخش يوعد يتفرج عليها كده بالمنظر ده تمام طيب انا طبعا عامله rotation بس بيبقى vertical يعني رقصي بس مش عامله ان هو اي بيلف 360 وحقول لكم طبعا انا عاملها لي دلوقتي كده طيب اهم حاجة هنطلع على 3D max بس انا عامل تصبيط اول حاجة بتعملها انك هتعمل الobject بتاعك بيلف لفها 360 يعني انا عامله زبطه عامله على 200 تمام وطبعا اللي محتاج اي حاجة في الانيميشن يبقى يبعط لي في الكمانس يسألني اواريكم الحاجات دي بتتعمل ازاي المهم ان انا بعمل لها render وبسيف الحاجة تطلع PNG يعني من غير background طيب ناس كتيرة هتقول لي طبعا انا الوقت يما باجه render product وعمله الليمبو او اللي هو الستوديو الخلفية اللي غرا دي اسمها ليمبو تمام اه ال background دي بتطلع عليه في الرندر ولو حضرتك get save as PNG طبعا ال PNG هتطلع بقى بابيض مش هتطلع مفصولة مش هتطلع لك اه يعني خلفية فاضية عشان تعمل الحركة دي وانت بترندر اي حاجة في ستوديو لايتنج وعايز تطلع ال product بتاعك مفصول لما تعمله saving as PNG اللي بقى احنا هنحتاج نعمله بصه انه طالع من غير الخلفية بالرغم ان هو متأسر بالاضاءة بتاعت الخلفية ومنور وكل حاجة عشان تعمله بالطريقة دي كل اللي بتعمله انك بتمسك ال background بتاعتك بتدوس right click object properties فيها وبتقول له كلمة visible to camera دي الغيها لو visible to camera دي ظهر عندك وجيت تجرب تعمل render هتلاقيها طلعالك بالخلفية البيتا لو جيت تعمل لها save as PNG هتلاقي الخلفية ظهرة عمرها ما هتطلع الشفافة احنا عاوزنا شفافة عشان ما يبقاش الخلفية معك فيبقى لازم هتعملها زي ما انا قلت كده هتقف عليها وتقول له right click object properties وتقفل كلمة visible to camera طبعا الطريقة دي مهمة جدا انك بوك تحتاج ال object مسلا عايز تركبه على poster فمش هتاخده هناك بالخلفية البيضة عايز تديل designer يحطه في poster او عايز تاخد post معين تحطه مسلا في في design او في catalog فانت عايز ال object يجيلك مفصول فكل اللي بتعمله انك بتمسك ال namebo بتعملها بتلغي كلمة visible to camera دي معناها ان الكاميرا مش هتشوفه لكن هو التأثير بتاعه موجود يعني لو بيرمي اضاءة بيرمي اضاءة على ال object لو بيظهر في انعكاس بيظهر في انعكاس ال object لكن الكاميرا الوحيدة اللي مش هتقدر ان هي ايه تشوفه خلاص بعد كده بترندره as a sequence بنطلع الانيميشن بتاعنا بقوله رندرلي من frame 0 واللي مش عارف ازاي يعمل يبقى 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 اعملك فيديو بيها بحيس انك انت بتطلحهم بالطريقة دي دي بتبقى عبارة عن ميتين صورة فيهم الايه اللفة بتاعت ال object بتاعك فلو جيت عملت كده دست عليهم حركت كده بالسام بصوا اولا طالع على خلفية شفافة تقدر تاخدها يعني لو شدت ده في اي حاجة يجي لك بتاع دي الوحدة هتقدر تحركها المكانة دي تمام بصوا لو قعدت تلفها كده انا بلفها بايدي كده بالماوس والكيبورد بالاسهم عما له بحرك تمام وتقدر بعد كده نفس ايه ايه السيكونز ده بتقدر تخرجه اللي انا بحتاجه عشان اخرجه كفيديو لو بجمعه في الافتر افكت او اي آآ برنامج آآ منتاج او كده بتقدر انك انت تجمعهم يخرجولك في شكل فيديو مثلا بالمنظر ده حاجة زي كده انا هنا مجمعهم في شكل ايه في شكل فيديو ده فيديو بتبعته يشتغل معك برضو خلي بالك الفيديو ده معمول لان الخلفية مش موجودة فانت هتقدر برضو الفيديو تتاخد بتاعك وهو بيلف بيبقى مفصول من غير خلفية وتحطه في الانفيرومنت بقى مسلا في اعلان لو حد ده مسلا بيتكلم والبروداكت بيلف جنبه لوجو بيلف في قناة او الكلام ده كله تمام بمجرد ما بنعمل كده بنفتح ايه الويب سايت بتاعنا طبعا اول حاجة بتعمل عليه اكاونت وهو اسمه آآ سيرف اس اي ار في دوت كوم بيقش عليه لازم تعمل اكاونت بعد كده بتقول لك ماي بيقول لك ماي فايلز طبعا انت ممكن تعمل تجي تقول له رائد كليك وتقول له نيو فولدر تعمل فولدر وبتروح داخل جواه بتفتحه يعني ممكن ادوس كده دابل كليك عليه بيروح فتح لك طبعا انا مش قطط حاجة في الفولدر ده خلاص وبتقدر انك انت بتروح ماسك من اول صورة على اخر صورة انت عاوزها وتروح عامل لهم دراج في الحتة هنا او جوا الفولدر بيقعد يعمل لهم لودنج 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 وبجرد ما بيعمل لودنج بتبصت لايه بتدي لما تقف ع الصورة بتلف ايه معاك اللي فوق دي ايه الاصلية تمام دي الصور اللي هي ايه هو جمعها في شكل لف بس كده وبجرد ما عملت كده لو دست عليها بيدخلك على الابشنز تقدر بقى تتعامل اول حاجة تحت هنا بيقول لك لو انت عاو بيديه لك بقى بكزا تكنيك تقدر تاخدها كسكريبت حاجة مشفرة لها امبد يعني وتقدر تقول له اعملها لي جي اي اف جي اي اف دي لها تبقى صورة بمجرد ما تعمل لها دا واللود طبعا انا بيقول لك عدد الفريمز ممكن تكبر بتاعتك بس اعتقد ان المقاسات ممكن تفرق معاك يقول لك تدفع فلوس على ما اعتقد انا مجربتها صراحة تمام بعد كده بتقدر بصوا انا مسلا بيقول لك ايه دا لو انت عامل مسلا بيج او حاجة تقدر تخدها تاخد الكود دا وبتحطه فيجيب لك الصورة بتلف او تاخدها كده على طول تبعاته لحد فيجيلك بلف اوتوماتيك خلاص وفي هنا انك انت تقول له ايه اه اللي هي لو انت بقى عاوز تبعط اللينك دا الحد على الواتساب فكل اللي بتعمله بتخش مسلا هنا او بص بيقول لك دا بمنطقة البساطة او لو عاوز تعمله على فيسبوك وتويتر بتاخد اللينك كده تمام انت مجرد ما بتعمل دا كابي كده خلاص بتبعاته لأي حد بقى على الواتساب على اي حاجة بمجرد ما بيدوس عليه بيروح مدخلك على الويب سايد كده اتى لو انت منع الموبايل وبرضه اكيد جربوها هتلاقي نفسك بتقدر انك انت اه تخش ويقدر يعمل للحاجة بتاعته طيب واحد هيقول لي طيب انا ليه ما بلفش يعني اه تلتمائة وستين عشان انا عامل بتاعي عامله بيلف بالعرض بس لو انت عاوزوا بيلف تلتمائة وستين يبقى هتعمل مرة بيلف بالعرض ومرة الكاميرا وهي بتلف بالطول وتحطهم كلهم فيقدر هو يقراها يعني انا عامله بس فايل بيلف ايه بالعرض مش محتاجة ان انا كنت عامله رندر بالطول فا اه انا بس رفعت عشان بس اشرح لكم عليه مش محتاجة يعود رندر اه اللي هو بالعرض او بالطول يعني انت بتعمله بالعرض او بالطول او اللي تلم مع بعض اه لو انت عاوز طبعا بقى كمان هنا ممكن تقوله كده واللود يبقى عندك اللينك موجود بالابجيكت او ممكن تقوله اه فيه كان ايدت ايمدش بتقدر تخش بتقدر تتحكم في البرائتنس والاكسبوجر والكلام ده كله والالوان وفي الروتيشن تقدر تتحكم ما عايزه يليف اه اللي هي تسعين درجة يعني شوية اوبشنز كده وتصبطات خلاص بعد كده بيبقى عندك البروداك بتاعك بتقدر انك انت ايه تزبطه بالشكل اللي انت عاوز ده بالنسبة لازاي تعمل حاجة انتر اكتف وفور فري تمام بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده وانتظروني في فيديوهات جديدة وياريت لو فيه اي اسئلة تسيبوها لي في الكومانتس وياريت تشعروا الفيديو عشان كل يستفيد معنا شكرا اشتركوا في القناة